لدرجة أن الواشنطن بسط تقول هذه الانتخابات المفصلية تاريخية العالم أجمع يتابعها وأن نجاح أردوغان يتوقف عليه كثير من الرؤى والتوجهات بالنسبة للدول الغربية وبالنسبة للهات المتحدة الأمريكية ويبدو بأن أعداء العالم الإسلامي يرون في أردوغان حائط صد لمخططاتهم لذلك الهدف بالنسبة لهم إزاحة هذا الرجل وهذا الاجتماع الذي جرى في فندق ماريوت على بعد 30 متر من السفارة الأمريكية دليل على هذا الأمر لكن حكومة أردوغان ورجال أردوغان ومخابرات أردوغان يقولون لهم أنتم تحت الأعين نرصدكم لذلك بالفعل كانت فضيحة حينما تتحدث صحافة تركية عن وجود موظفين من السفارة الأمريكية في أنقرة في هذا الاجتماع الذي يضم كليتشدار أغلو وميرال أكشنار يرجوككي وإذن قليل اشتركوا في القناة